موسيقى 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 نصطلح عم متشره عم تزيد الجديد مناقشته مؤخراً بعدة أوسط فكلامنا اليوم رح يحكي قصة موسيقى تكنولوجيا بس قبل ما ندخل فيها خلينا نشوف على السريع من وين اجت هالكلمة لغوياً الكلمة معناها المتفردة وتستخدم لوصف حدث غير اعتيادي ومتفرد ومتميز عن كل شي غير وماله نظير استخدمت الرياضيات هالمصطلح للتعبير عن قيمة تتجاوز اي حد منتهى بعدين اشت الفيزياء استعارته للتعبير عن مركز الثقب الاسود اللي بياخد ما يظهر انه حجم صفري بكثافة لا نهائي ويقال انه بالخمسينات جون فون نومن كان اول ما استخدم مصطلح سنجولاريتي التكنولوجي وهالمصطلح يشير لتغير تكنولوجي سريع كتير وعميق كتير لدرجة انه رح يشكل تغير هائل بالبني الاساسي للتاريخ البشري وبعدها ايجي جود وحكى عن كيف رح تيجي لحظة نقدر نعمل فيه قالة قدرت على التفكير كبير بشكل كافي لدرجة انها تتجاوز قدرة البشر الفكريه وبالتالي رح تكون كمان تخطط قدرة البشر حتا بصناعة الالات الذكية يلي معناه رح تصنع الالات اذكى منها يلي بدورها رح تكون اقدر عن صناعة الالات لسه اذكى واذكى وهكذا بيكون عم يصير انفجار الذكاء اللانهائي هاد معلنا بداية عصر ما بعد السنجولاريتي بس كيف وايمت رح نوصل لها النقطة هاد اللي رح نتناوله بها الحلقة من ريبولز لما رح تخلص هالحلقة من ريبولز وتعمل لها شير واتنين فقط من اصدقائك يلي يحضروها كمان عملوا لها شير واتنين مختلفين من الرفقات كل منهما عملوا لها شير وهكذا بعد اربع خطوات من هالعملية بيكون صار على هالفيديو كحد ادنى 31 مشاهدة او مثلا ممكن كمان يصلك الفيديو وانتي عند هالمرحلة وتشوف عدد المشاهدات صار 31 مشاهدة فتقلب لياها دراما رمضانية ثورية وبتقعد تفكر لك والله القناة بتعجبني بس العالم عنا ما بتهتم فيك شغلات ونشر هالفيديو مثل قلته وتقرر متنشر الفيديو وتكسر سلسلة النشر عندك بس روقنا شوي خلينا نكمل كم خطول نشوف اذا انت ماكسرت السلسلة عندك وضلينا ماشيين على نفس الاساس لنوصل لأربطعش خطوة بس بصير المجموع 32767 مشاهدة كحد ادنى معقول بأربع خطوات كنا بأحدود تلاتين مشاهدة وبأربطعش خطوة بنوصل لأكتر من ثلاثين ألف شايف هاد التساؤل والاستغراب يلي عندك حول هالكلام هي هي ردة الفعل الاولى يلي الطبيعي تتكون عنه نحنا كبشر اول ما نتعامل مع التطور أو النمو الأسي الـ Exponential Growth ويلي هو النمو عبر الضرب بقيمة ماء بشكل متكرر خلافة النمو الخطي يلي بتن عبر تكرار إضافة أو جمع قيمة ماء وببساطة الحدس أو الـ Common Sense تبعنا بيتطور ويتكون عبر التعامل مع الأشياء بحياتنا اليومية ويلي أغلبها خاضع للنمو الخطي هلا هوي كان فيني يعطيك مثال تاني عن نمو الأسي مثل طيل ورقة 42 مرة لتوصل على الأمر وكذا بس قلت بحاول ذكرك بأهمية نشر الفيديوهات بطريقة تشيب شوي ما علينا إذن نحنا عمونا المفكر بشكل خطي وطريقة التفكير الخطية حاضرة بذهننا أكتر بكتير من الأسي خلي هالفكرة بالك لأنه قد تكون مفيدة وضرورية خلال محاكمتك لأشي رح تجي بعدين بهالهلا هالأيام كتير ناس لما تسمع كلام عن المو الأسي رح يتذكروا قانون مور كحال ما كتبت تعرفه فقانون مور هو ملاحظة Observation عمل جوردن مور سنة الخمسة وستين ويلي بتحكي كيف أنه عدد الترنزستورات يلي ممكن نحط على شريحة بمساحة ثابتة على دارة متكاملة عم تضاعف سنويا لاحقا خلاها كل سنتين بس ما علنوا طيب بس شو لو قلتلك أنه التقانيات الاتصالات والإنترنت ديتا ترافيك وتختانية مسحة دماغ أو سلسلة الـ DNA البشري أو حتى قدرات برامج الصفتوير كلها أشياء خضعت عن تخضع للنمو الأسي هادول وكتير غيرهم ما بيشملهم أو بيعبر عنهم قانون مور بل بيشملهم قانون لور The Law of Accelerating Returns قانون النتائج المتسارعة خلص خلينا عم تطلح لور يلي طلر فيه Ray Kurzweil ويلي بنص على أنه أي تكنولوجيا معلومات تخضع للنمو الأسي وبالتالي هيك بيكون قانون مور هو جزء فقط من صورة وموضل أعم وأشمل بكتير فمتل ما أنا شايفين من زمان الحوسبك كانت تعتمد على vacuum tubes ومع ذلك كان النمو الأسي وعلى هالأساس بالمستقبل لما رح ينتهي مفعول قانون مور وما بقى نقدر نضغر ترانزستورات أو نزيد عددهم بواحدة المساحة الشي يلي كورزوال متوقع أنه رح يصير قبل سنة 2022 فما رح يكون حدث مخيف أو جديد أو نهاية النمو الأسي بل هو حدث مكرر ومجرد نهاية paradigm ورح نكون وقته already نبالشين بparadigm جديد من الحوسبة ويلي برأي كورزوال رح يكون هذا الparadigm هو الحوسبة الجزئية ثلاثية الأبعاد فينا نغمق ونقرب شوي على كل الparadigm من هدول لللاحظ أنه كمان كل هالparadigms عم تمر بطرق متشابهة ما يطلق عليه كورزوال ال-S curve منحنة على شكل حرف S بمر الparadigm ببداياته بتقدم بطيء بعدين بيعاني تقدم سريع كتير قبل ما يرجع للبطء بالتقدم الشي اللي بيكون عمليا عم يعلن عن قرب نهاية الparadigm خلال هالتقدم البطيء بمرحلة الأخيرة من ال-S curve بيكون already في الparadigm جديد يكون جاهز يستبدل الparadigm الأديم وإذا بدنا نغمق لسه ونحكي عن دورة حياة تقنية ما ففيك تحضر هذا الفيديو من ريبلز روي كورزوال اهتم بدراسة كل هالتفاصيل اللي حكينا عنا انه هو بالأساس مخترع ونلاحظ انه من أهم أسرار نجاح product منتج معين هو ان ينزل على السوق بالوقت المناسب فكل ما كنت قادر تتوقع المستقبل التكنولوجي بدقة أكبر كل ما زاد احتمال نجاح اختراعك أكثر مثلاً اذا كنت صافن بال2008 وخطرت لك فكرة مشروع مستقبل عدسة لاسقة ذكية ونوات تنزله بعد خمس سنين لابن ما يخلص معك شغله فهد مشروع فاشل لانه بال2013 اكيد مكانك متوفر من منصة ناضجة اللي تسمح لك تخلق هيك منتج فهي أهمية القدرة على توقع المستقبل التكنولوجي بالنسبة للمختارعين والمبدعين بالتكنولوجيا فهد كورزوال بناء على موضل النمو الأسي اللور اللي شرحناه صريع من توقعات مستقبلية بعد عشر سنين بعد عشرين سنين كيف رح تكون التكنولوجيا وكيف رح يكون اثر على العالم حولنا توقعاته كانت دائما تبدو جريئة ومبالغ بها وصعبة التصديق كتير لحظة نشره الى هو بشوف سبب هالشي انه تفكيرنا متل ما قلنا شوي خطي فنحنا بنرفع سقف توقعاتنا على مدى القريب بسبب ضعف قدرتنا على ادراك اهمية بعض التفاصيل المهمة لكن بننزل سقف التوقعات على المدى البعيد لاننا ممن راعي النمو القسي ومنا متعودين يفكر من خلاله لكن الحلو انه توقعاته حققت نسبة دقة مثيرة للإعجاب جدا الشي يلي خلاه حاليا يتاخد بجدية اكتر بكتير من ايام كتبه الاولى من خمسة وعشرين سنة وهك من توقعاته الشهيرة والمحقة ويلي كان تعتبر منبالغة بيومتها هي انتصار الكمبيوتر على افضل لا عشر طرش بالعانة قبل الحلول عام 2000 الشي يلي بالفعل حققه ديب بلو سنة السبعة وتسعين لما فاز على كاسبرون توقع اخر كتير شهير لكورزويل هو تاريخ اجتياس كمبيوتر لاختبار تيورين يلي احكينا عنه بالتفصيل بهذا الفيديو وعن نفس الاساس اذا ضلينا لاحقين خط النمو القسي للتكنولوجيا اخدين بعين الاعتبار تقدم قدرات الحوسبة اضافة لتفاعل عدة ثورات تكنولوجية مختلفة مع بعضها يتوقع كورزويل ان السنجولاريتي راح تحلى علينا سنة الالفان وخمسة واربين بهالنقطة راح تغير كل شي بحياة البشر ورح اسرت لك بعض الاشياء اللي توصف كيف راح يكون العالم بعدها معدل النمو القسي للتكنولوجيا بحد ذاته راح ينمو قسيا راح يكون عندنا فهم كامل لقالية عمل الدماغ البشري وقدر على صناعة صوفتوير بحاكي بفعالية الذكاء البشري اي مجموعة من الالات راح تكون قادر على دمج ذاكرته وذكاءه مواردة مع بعضه وتتصرف كآله وحده وترجع تتفصل عن بعضها ايما تنابدا ذكاء الآلات ما راح يعاني من الحدود اللي فارضتها البيولوجيا على ذكاء البشر ورح ضل مستمر بتطور القسي والآلات راح يكون عندها القدرة توصل للكوت تبعه وتعدله وتحسن تصميمه ذاتي بدون تدخل بشري لتحسين اداءه وقدراته النانو تكنولوجي راح تتحنى الادرة على تغيير الواقع الفيزيائي على المستوى الجزئي والنانو باطس راح يكون الى عدد استخدامات استخدامات بيئية مثلا مثل عكس اضرار التلوث البيئي واستخدامات صحية من اهم عكس عملية الشيخوخة ورح تكون كمان قادرة من خلال تفاعله مع الخلايا العصبية ان توسع التجربة البشرية عن طريق تحقيق واقع افتراضي على مستوى الجهاز العصبي مثل ما حكينا بحلقة سحر الواقع الافتراضي والمعزز لا يوجد دماجه الذكاء البيئيولوجي مع غير البيئيولوجي وكن الاخير ستستمر بالنمو القسي فبوقت لا كتير طويل سيصير اغلب الذكاء البشري غير البيئيولوجي عالم مابعد مطلق لا يوجد غضر بين الواقع الافتراضي و الفيزيائي وبين الانسان وال الآلة الذكية عالم مابعد مطلق عالم بشري بامتياز لكن اقلت عصبا بالجذور البيئيولوجية واذا انتتساءل شو هي الخاصية البشرية البحثية التي تكون بهذا العالم فهي ببساطة خاصية اننا رح نضل الجنس والنوع يلي بيسعى بطبيعته وجوهره للتوسيع ومد متناول الفيزيائي والعقلي والفكري لتجاوز حدوده دايما شكرا لمتابعتك للفيديو سبسكرايب بالتشانل وبتمنى بعد ما تعطي رأيك بالتعليقات تنشروا مع الضقائك على سوشيال ميديا إذا عجب تتذكر ب14 خطوة ممكن نوصل لـ 22,667 مشاهدة وعفكرة بـ 20 خطوة بس ممكن نوصل لـ 1,000,000 مشاهدة وبـ 30 خطوة نوصل لـ 1,000,000 فيعني إذا شاهدت الفيديو أحسن من جانجان ستايل فلا توقف هالسلسل القصي من النشر عندك خلي تكمل سلام